وبانتظار حوارات الغرف المغلقة حدد النائب عن الديمقراطي الكردستاني خالد شنغالي نهاية الشهر الجاري موعدا لتصويت البرلماني على مرشح البرتي ريبر أحمد مؤكدا أن أغلبية برلمانية كبيرة ستدعم هذا الترشيح ليكون أحمد هو رئيس قصر السلام خلال الأيام القادمة ولا تبتعد هذه القراءة عن توقعات مصادر سياسية نجاح التحالف الثلاثي بإعلان كتلة إنقاذ وطن بالشراكة مع قوى في الإطار التنسيقي بالاستفادة من انفراج العلاقات بين الصادر والمالكي وبانتظار تجاوز أزمة القصف الإيراني على أربيل وما نجم عنها من هدوء بالمشاورات السياسية ويجمع التوجه حسب رأي المصادر ثلاثة خيارات في رفع القيود عن الحوار المباشر وضمان مصالح جميع البيوت السياسية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية واحتواء الضغط الإقليمي الذي تسبب به الانسداد السياسي بالمرحلة الماضية مشيرة إلى أن تباعد المواقف بين طهران والقوى العراقية على مبررات قصف أربيل مؤشرا إيجابيا لعودة الأولويات العراقية